طيب دي أنا الخريطة يعني الخريطة دي هيتعمل لها update كل أسبوع ولا في حاجات اتحطت خلاص تستمت على الجدول يعني حنبدي بإيه طيب ولا إحنا بدأنا فعلا لا إحنا بدأنا مبارح كان في حكيم في شبين الكوم وكانت حفلة كبيرة جدا جدا النهاردة رمي صبري ومسلم في العبور وأنا أعتقد أنه خريطة الحفلات بيتعمل لها update طول الوقت وبتتجدد ويبقى فيها تنقلات وأفكار مختلفة والنهاردة في شبين الكوم بكرة في العبور بعده ممكن في المنصورة وبعده في محافظة في الصعيد فهي فكرة التجديد أو الانتشار أو التوسع دي هي اللي ممكن تعمل حالة من الاستمرارية والزخم للتجربة أو تجربة ليالي مصر لكن في نقطة مهمة قوي يمكن الشركة المتحدة ركزت عليها في بيانها وهو العدالة الثقافية أو العدالة الفنية دي رسالة مهمة جدا لسبب بسيط أنه دايما الجمهور أو أبناء المحافظات والأقلين بيحسوا أنه مفيش اهتمام فني وثقافي بيهم صحيح تحقيق العدالة الثقافية هنا ويمكن ده مصطلح مهم جدا هو فكرة أنه بوفر للمتلقي في كافة المحافظات المنتج الثقافي والمنتج الفني وبيوصلوا لحد عنده العدالة دي فكرة أنه فيه محافظات كتير قوي في مصر متميزة فنيا ومتميزة ثقافيا يعني تبصدوا مثلا اسكندرية يمكن هي تاني محافظة بعد القاهرة العاصمة يعني اللي بيبقى فيها فعاليات فنية اللي بيبقى فيها أحداث ثقافية فأنك تخلق حالة العدالة الثقافية دي بأنه كل محافظة بيقى فيها فعاليات فنية فعاليات ثقافية أعتقد ده مهم جدا ومهم جدا على مستويات كتير مش فكرة أنه بقدم حفلات بس مهم على مستويات لها علاقة بالوعي مهم على مستويات لها علاقة بمواجهة الأفكار المتطرفة مهم على مستويات كتير جدا أنه المواطن يحس أنه هو الخدمة الثقافية يعني أنت جاي لي الغاية عندي وأنا موجود ومعمول حسابي ومعمول حساب زوئي الفني أعتقد ده هو الهدف النقطة التانية كمان المهمة أنه في حال التنوع فني هتبقى موجودة معنى مثلا النهاردة في حفلة في العبور فيها رامي صبري ومسلم ده ليه جمهور وده ليه جمهور أنه فكرة خلق التنوع أنا مش بقدم لك لون موسيقي واحد بس في الحفلة لا أكتر من لون موسيقي ترجمة نانسي قنقر